السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر أنزل الله تعالى القرآن جملة واحدة في ليلة القدر ثم جعل هذا القرآن ينزل شيئا فشيئا على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وقرآنا فرقناه فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلة ليلة القدر هي ليلة في العشر الأواخر من شهر رمضان رمضان سميت بالقدر لعظم قدرها وقيل سميت بالقدر لأنه تقدر فيها أيضا أعمال العباد للسنة القادمة كاملة فقال الله تعالى إن أنزلناه أنزلنا القرآن في ليلة القدر ثم قال الله تعالى معظما لها وما أدراك ما ليلة القدر هل تعرف ما أدراك ما ليلة القدر كما قال الله تعالى القارعة ما القارعة والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فإذا جرى الاستفهام بعد الكلام دل هذا على تعظيم هذا الكلام مثل لو أقول لك مثلا أنا سأخبرك بخبر وما هذا الخبر وما أعظم هذا الخبر أتدري ما هذا الخبر هذه كلها الفاظ لأجل أن أشعرك بأن هذا الخبر له شأنه أنه خبر عظيم ولذلك قال الله جل وعلا هنا فإن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ثم مدحها الله فقال ليلة القدر خير من ألف شهر العبادة في ليلة القدر خير من ألف شهر وألف شهر إذا قسمتها على 12 شهرا حتى لأن كل سنة 12 شهرا وجدت أن ليلة واحدة ليلة القدر العبادة فيها خير من العبادة المتواصلة في 83 سنة وليلة القدر تكون في العشر أو آخر من رمضان تكون في ليالي الوتر منها إما في ليلة الواحد والعشرين يعني لما نكون اليوم يوم عشرين وغدا يوم واحد وعشرين الليلة الذي هو مساء عشرين يكون هي ليلة واحد وعشرين التي نصبح في الصباح فيكون تاريخ واحد وعشرين هذه قد تكون ليلة القدر أو ليلة 23 أو ليلة الرابع والعشرين ليلة الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين وذكرها العلم الأقرب أنها في السابع والعشرين والعلماء لهم في ذلك كلام طويل لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد لله تعالى طوال العشر الأواخر قربة إلى الله تعالى ورغبة فيما عنده لأجل أن يصيب ليلة القدر فالمقصود أن ليلة القدر عظمها الله تعالى قال ليلة القدر خير من ألف شهر ما شأنها يا ربي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامني حتى مطلع الفجر قال الله تعالى هنا تنزل الملائكة الملائكة العظام تتنزل لبركة هذه الليلة وعظم شأنها وجلالة قدرها والروح الروح وجبريل كما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك فجعل الله فسمى الله تعالى جبريل الروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم الله تعالى هو الذي أذن لهم وإلى الملائكة لا تملكا تتصرف من تلقاء أنفسها قال بإذن ربهم من كل أمر ينزلون بالأوامر التي أمره الله تعالى أمرهم الله تعالى بفعلها ومغفرة كذا وفعل كذا إلى آخر قال سلام هي حتى مطلع الفجر يعني هي سالمة من الآفات ومن الشرور مليئة بالرحمة والمغفرة والكرم فاستثمروها واستغلوها قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني الله يتقبل منه ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته